طيب مما يعين على ما سبق زيارة المقابر اسأل نفسك اخر مرة زورت المقبرة متى شو المانا تأخذ مرتك وولادك على المقبرة امتى هل عمرك اخذت مرتك على المقبرة اذا انت مقصر يلا يا ولاد يلا وين رايحين على المقبرة يلا يا مرة لا بدنا نروح عى وين عى المقبرة وولادك بتخذه مع المقبرة اسأل نفسك قال والله انا بربي ولادي احسن تربية تخذه مع المقبرة ما نجد انت بدك تربية لانت رايحة مقبرة ولا انت باخذ وولادك عمقبرة وجاي تقول لي بربي ولادي احسن تربية مرتك وانه مش مسترجع تقول له مراتك بده وديك المقبرة خايف تقبرك في الدار من أول ما تقول له العكاة فبالتالي زيارة المقابر من السنة للرجال والنساء لكن الاكثار للنساء ممنوع هاي هو فيه اكثار هي النجايات عشان يكثري إذا أنت نفسك مش مكثر زيارة المقابر فيا جماعة ضروري اليوم كل واحد فينا يحاسب اللي ما أخذ مرة عمره ما أخذها يخذها ولو مرة في العمر يا أخي يقرر اليوم إذا ما ضبطت اليوم بكرة يخذها على المقبرة أولادك تأخذهم على المقابر ولا لا يأخذ أولاده على المقابر والجمعة اليوم معطلين يلا يا مرة خلينا نغير جو عوين خلص مفاجأة عوين كلها الأكلات بس أنتنا نوريك وين راح تأكل الله سنتيت نفسنا على الأكل ما هو المطلوب فلا تجيبه لزيارة المقابر فرد إفلات فرد وبقوا كاتبين أحياناً قديش عاش 18 20 27 35 70 بتقولك تفرج أطاق 100 بس هذا اللي حفطي تفرج قديش هنا 40 و50 و30 و60 ما متلحق ما متلحق تعيش اللي أنت في القبر وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حيناً من الدهر وكم من فتى أصبح وأمسى ضاحكاً وأكفانه تنسج وهو لا يدري وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة البدري تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن عليك ليل هل تصبح إلى الفجر راجح سابتك شوف الآن كيف حث النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة المقابر بدنا تطبيق يا جماعة بدنا تطبيق انتفقين اليوم اللي ما أخذ مرته ولا مرة على الأقل اليوم يأخذها المرة على المقبرة متفقين خذ لك هتكشب عوضك ربنا مع العشلرات خذ أولادك اللي صاروا 14 و15 هذول تعال يا بلدي تعال تعالوا على المقبرة ناس معا الحديث يلا أحمد فليفل طبعا في بداية الإسلام نهي عن زيارة القبور ويزوروها وفي رواية فمن أراد أن يزور القبور فليزور فإنها تذكرنا الآخرة طبعا في بداية الإسلام نهي عن زيارة القبور لما لحماية جانب التوحيد حتى لا يتعلق بالمقبور ويدعونه من دون الله ثم عندما رسقت العقيدة فأصبح يحث النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة القبور لما فإنها تذكرنا الآخرة